بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحبابي الكرام الحمد لله الحمد لله المميز المخصوص بجميع الصفات وحالات الكمالات والمفاخر الحمد الحمد لله الهاد الألباب للغوص في بحر العلوم الروحانية مفتاح العلوم الزاخر لا إله إلا هو المنشئ الناشئ المنزه عن الابتداء والانتهاء والزمان والفقه واللغات والقواعد والنحو والجهة والمكان الحمد لله الحمد لله المرشد القلوب لخلاصة الكافية الجامعة للعلوم لدنيا الربانية الكافية الجامعة للعلوم لدنيا الربانية الشافية الوافية وأصلي وأصلي وأسلم على ناسخ الشرائع أصلي وأسلم على ناسخ الشرائع ذي المقام المحمود الأحمد سيدي ونبي ومولاي محمد أفصح من نطق بالضاد وكسر بفصاحته ظهر كل معاند متطاول مضاد وأعلى آله وأصحابه وكل من اقتفى أطره وسكر بحبه وصحابته ما دام العلم منشور في المجالس والدروس ومنظوما ومنثورا في الأوراق والطروس أما بعد أما بعد أيها الأحباب الكرام أقول وأنا العبد الفقير إلى مولايا وأوجلهم إليه من عظيم كسبه وخطاياه لما كان علم الروحانيات من أفضل العلوم الربانية ومبلغا لفهم كتاب الله تعالى المغني عن كل مرقوم وأجل أجل ما ألف فيه خلاصة الشيوخ المغاربة الفطاحلة رحمهم الله فمن حصل على هذا العلم فهو لسائر رقاب العلوم مالك فلقد طلب مني بعض الأفاضل الأحباب المتتبعين والطلاب الكرام المتميزين أن أضع لكم فائدة لجلب الأرزاق لجلب المال يوميا تجده كل صباح فتابعوا معي فهذا علم رباني أقول وعلى الله حسن قبول يقول لكم أخوكم محمد أبو حور المغربي صاحب قناة الرائدة في الروحانيات رائدة والله رائدة اعلموا يا إخواني أن اسم الله تعالى لطيف لطيف إذا وفق يعني إذا جدولناه في وفق وكسر والتكسير وكلام هذا ليس للمبتدئين في مربع منكشم وفي حشو ذلك المربع متلت مدخول بقوله تعالى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ذلك يكتبه يوم الاثنين في ساعة القمر يكتبه يوم الاثنين في ساعة القمر بماء ورد وزعفران ومسك أدفر مسك حر وبخره بالجاوي والمستاكى وتفاح الجن ودور بالوفق بالجدول الآية الشريفة يعني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من الجهات الأربع وعند الفراغ من هذا العمل والجدول سأبينه لكم في آخر الدرس عند الفراغ من هذا العمل يصلي لله تعالى ركعتين ركعتين في الأولى بالفاتحة وصورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر إلى آخرها وفي الركعة التانية بالفاتحة والنصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوال ولهذه هذه الركعتين فهمها الأولى بالقدر والتانية بالنصر حافظوا عليها وتلا يعني قرأ الإسم العدد الواقع عليه وهو مئة وتسعون وعشرين عدد لطيف مئة وتسعة وعشرين والآية كذلك اكتهي مئة وتسعة وعشرين الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العز الإسم مئة وتسعون وعشرين والآية كذلك مئة وتسعون وعشرين وحمله عليه من ساعته ولازم ولازم قراءة الآية الظبورة كل صالة كل صالة ونظر ونظر يوم ونظر كل يوم تحت رأسه عند قيامه من النوم من اليوم الأول إلى القابل فإنه يجد تحت رأسه ستة أواق أواق ودرعما قدر الريال من المال إما من ذهب أو فض فلا تزوله من ذلك الموضع فإذا سافرت فسافر به وبيته تحت رأسك يا ولدي ولا تزول جذول عنك حتى إذا كنت جنوبا جنبا من حلال وإذا أردت الاستخفاء زد معه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هذا إذا أردت أن تستخفي عن الأعداء وفعل كما فعلت أولا واعلم بأن هذا الجذول فيه سر بديع والله الموفق للصواب والجذول ها هو كالتالي أمام أعينكم ها هو انظروا إلى الطريق يسمى بالمربع المنكشم في حشوه متلت ها هو مملوء الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهنا لطيف بالحروف لطيف 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 وهذه الأعداد الله أمه هذه الأعداد ستمائة وتسعة وخمسون ستمائة وستون ستمائة وإحدة وستون ستمائة وإثنان وستون تلاتة وستون أربعة وستون خمسة وستون ستة وستون ها ستة وستون هذا مملوء ومحاط مدور بالله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من جهات الأربع كما ترون ويذهن بالمسك وأدفر ويبخر كما قلت لكم وذلك يوم الاثنين في ساعة القمر والله هذه الفوائد لا تجدونها في قنوات أو في الكتب فهي فريدة من نوعها حافظ عليها وفقني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد صلاة تملأ بها تملأ بها الأكوان اللهم يا ربي أنت نور وباسمك نور وباسمك سور وآية الكرسي وآية الكرسي علينا وعليكم تدور تدور كما دار الصور بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح اللهم أهدينا اللهم أهدينا ووفقنا وانصرنا على من ظلمنا اللهم أحفظنا من الأمراض والأوباء والأسقام والعلل والدنا وولدكم يا ربي ابني لنا ولهم عندك بيوتا فخمة في جناتك جنات النعيم أهما أحفظ بلدنا أحفظ ملكنا أحفظ شعبنا أحفظ إخواننا في جميع بقاع الأرض أينما كانوا وأينما حلوا وارتحل أحفظ جميع الخلائق من إنس وحيوان وجن وزيد وقص على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين